اشتركوا في القناة رضي الله تعالى عنهما وقد أشرنا لطرف من أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم وقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا كانت له علاقة رائعة بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما سيدنا عمر في الحقيقة يعني كان يقرب العلماء ويقرب الجادين لا علاقة له بأهل الهزل والمجون لا علاقة له بأهل الجاهل إلا إذا أراد أن يعلمهم أن يراغبهم في طلب العلم وكان عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لا يعنيه إن كان الجالس عنده صغيرا أو كبيرا حتى لو استنكف البعض ووجد حرجا في صدره أن صغيرا يجلس في مجلس عمر لكن هل من مؤاخلات أهلت ذلك الصغير ليرتقي ويتبوأ تلك المكان السامية والعالية آه نعم ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه كان سيدنا عمر يجلسه في مجلسه مع الكبار حتى البعض كان يجد بعض الالحرج ويقول يعني أولادنا أكبر من ابن عباس ولا يجلسون مع عمر ويعني عمر يجلس ذلك الفتى معنا فكان يقول يعني لا يلومني أحد في حبي لابن عباس دافة الكهول له لسان سؤول وقلب عقول ولذلك كان يثبت له بأدلة عملية السر في كونه يقدم ابن عباس يعني مرة يعني قال لابن عباس لا تتكلم قبل أن أسألك ثم أحضر القوم وسألهم سؤال سألهم عن تفسير سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب فمنهم من قال الله أعلم ومنهم من قال إنما أمره الله تعالى أن يعني يكسر من تسبيح الله تعالى واستغفاره ده أمر من الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على الفتح إذا تم النصر يعني جاء نصر الله وفتحت مكة فيعني أكسر من تسبيح داه تعالى وذكره واستغفاره والله تعالى تواب الرحيم فهنا توجه لابن عباس وقال له وما تقول أنت يا ابن عباس فقال هذا نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن ده نعي بمعنى أن الله تعالى يقول للنبي يا محمد إذا جاء نصر الله والفتح تم فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاستعد للقاء ربك فقد دن أجلك فاستعد لذلك اللقاء بالتسبيح والاستغفار فهنا فرح سيدنا عمر وأسقط في أيدي الجميع وده نموذج من أسرار إدناء عمر لابن عباس وظلت علاقة ابن عباس بعمر عشر سنوات من خمستاشر لخمسة وعشرين وده أخطر مرحلة على الإطلاق في حياة ابن عباس ولذلك كما قلت كما قلت حظي ابن عباس بتربية أبوية بالصورة التي أشرت إليها وتربية نبوية بالصورة التي أشرنا إليها وتربية عمرية فما الذي تنتظره فما الذي تنتظره من فتى تربى على يد العباس بن عبد المطلب وعلى يد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكان يدنيه لتلك يعني الأسباب لما يراه يعني في ابن عباس ولم يجده في غيره ربما أشرنا في لقاء سابق إلى أن العباس بن عبد المطلب أوصى ولده بجملة من الوصايا يعني قال إني أرى أمير المؤمنين يدنيك يقربك ويدعوك ويستشيرك مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحفظ عني سلاسة خصال اتق الله أولا اتق الله لا يجربن عليك كذبا ولا تفشين له سرا ولا تغتابن عنده أحد أشرنا لذلك القول برواية قريبة من تلك الرواية ولذلك عامر الشعبي وهو امتلامزة أبي ابن عباس يقول كل واحدة بألف درهم قال بعشرة آلاف درهم ابن عباس قال كل واحدة بعشرة آلاف درهم ابن عباس في الحقيقة كان نوعية فريدة لم يكن متخصصا في علم واحد في تفسير فقط ولا في حديث فقط ولا في فقه فقط وإنما كان شاملا عالما موسوعيا في لغة تجده في شعر في تاريخ في أيام العرب في سيرة في تراجم بجانب تلك العلوم جميعا كان بارعا رضي الله تعالى عنه أرض ولذلك تلميزه النديب المقرب الحبيب سعد بن أبي وقاص سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا ألب لبا سأوضح ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس لقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات فيقول قد جاءت معضلة ثم لا يجاوز قوله وإن حوله لأهل بدر ده أرواي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضا يقول ما رأيت أحدا أحضر فهما يعني كان سريع البديهة حاد الزكاء ده المعنى يعني ولا ألب لبا اللب هو الجوهر من كل شيء واللب هو ما يكون مغلفا بشيء آخر ولب الشيء أصله ولب الشيء وسطه وسطه ولب الشيء ما به يكون الفهم والاستيعاب يعني ما رأيت أكثر استيعابا وفهما وزكاءا وفطنة من ابن عباس ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس وبعدين رأيت عمر يدعوه للمعضلات فيقول قد جاءت معضلة ثم لا يجاوز قوله وإن حوله لأهل بدر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه كما روى الإمام الحاكم وغيره والإمام الحاكم ولد سنة 321 يعني في أول القرن الرابع الهجري يقول ولا نعمة رجمان القرآن ابن عباس ولو أن هذا الغلام أدرك أسناننا أو أدرك ما أدركنا ما تعلقنا معه بشيء يعني لو أن ابن عباس أدرك من العلماء ورأى وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينا ما تعلقنا منه بشيء يعني نحن بالنسبة له سنكون أصفارا ده معنى كلام ابن مسعود وابن مسعود عالم جليل ويعني أفضنا الحديث عنه يعني في السابق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لكن ده متح من ابن مسعود لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذن أول واصف لابن عباس بأنه ترجمان القرآن ابن مسعود وليس كما زعم ذلك الزائم أنه قرأ أسد الغابة والإمام ابن الأسير توفي سنة 630 كما أشرت في اللقاء السابق لا القائل هو ابن عباس الراوي الإمام الحاكم وغيره وهذا القول من لدن الصحابة ترجمان القرآن ترجمان القرآن ده وصف لابن عباس من ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاه الإمام تووس ابن كيسان وأصله من أهل اليمن وهو من أئمة التابعين رضي الله تعالى عنه أرضاه وهو إمام في الزهد إمام في الورع إمام في النصح والتوجيه ده الإمام تووس ابن كيسان وهو تلميز عبد الله بن مسعود حد بيسأله كان أكبر من ابن كان تلميزا لابن عباس حد بيسأله لماذا لازمت هذا الغلام وتركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليه أنت بتستمع لذلك الغلام وتركت غيره ما فيه في الصحابة غيره لماذا تلزمه انظر ماذا قال قال لازمت هذا الغلام يعني ابن عباس وتركت الأكابر من أصحاب رسول الله لأني رأيت سبعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اختلفوا في شيء صاروا إلى قول ابن عباس يا سلام أدرك سبعين من الصحابة إذا اختلفوا في شيء في مسألة من المسائل يعني رجعوا إلى قول ابن عباس وأخذوا بقول ابن عباس فده السر الذي جعل الإمام تووس ابن كيسان وسنترجم له في المستقبل الخريب إن شاء الله تعالى ولذلك كان ابن عباس يقول إني لأظن أن طاوس من أهل الجنة يا السلام اسم الحقيقي زكوان ولقب بطاوس إني لأظن أن طاوس من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولذلك لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب له كتاب أرسل الإمام طاوس للخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يعني كتاب فقال له إن أردت أن يكون عملك خيرا فاستعمل أهل الخير يا السلام لو أردت أن يكون عملك خيرا عملك في الدنيا عملك في الآخرة فاستعمل وظف أهل الخير أهل الأمانة أهل السقة أهل الصلاح فقال عمر بن عبد العزيز كفى بها موعزة بس أنا لا أريد غيرها لا أريد خلاف تلك الموعزة البليغة من الإمام يعني من الإمام زكوان طاوس رضي الله تعالى عنه وارضا الإمام مجاهد أيضا وهو من تلامزة الإمام بن عباس بيقول ما سمعت فتيا أحسن من فتيا بن عباس إلا أن يقول قائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلام على الأدب والجمال ما سمع فتيا أحسن من فتيا بن عباس إلا ما سبتت صحته ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يقول قائل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا كانت منزلة إمامنا الجليل والعظيم عند الصحابة والتابعين وبلغ بها مبلغ عظيم جدا في العلم وكان جديرا أن يكون ربانيا وفقيه العصر وإمام في التفسير ترجمان للقرآن ومن أصحاب المشورة لسيدنا عمر ولسيدنا عثمان رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين بجانب أن يعني كثيرا من الصحابة قد تميزوا بعلم معين منهم من تميز بالقرآن ومنهم من تميز بالتفسير منهم من تميز بالحديث لكن ابن عباس كما أشرته من قبل كان عالما موسوعيا لا يعني يخفى عليه علم من العلوم التي كانت موجودة في تلك الفترة التي عاشها رضي الله تعالى عنه أرضا أحد أحفادي عبد الله وهو عبيد الله بن عبد الله ابن عطبة بن مسعود له كلام أيضا جامع ورائع جدا بيقول إيه يقول كان ابن عباس قد فاق الناس بخصال تفوق على الناس بخصال بعلم ما سبق إليه يعني بعلوم لم يسبق إليها يعني علوم جديدة أضفاها إلى نفسه لم تكن موجودة عند غيره ربما عند أفراد الناس لكن شخص جمعها جميعا لا بعلم ما سبق إليه وفقه فيما احتيج إليه وحلم كان حليما ونسب وما رأيت أحدا أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه ولا أفقه في رأي منه ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا تفسير للقرآن ولا بحساب ولا بفريضة منه ولا أسقب رأيا فيما احتيج إليه منه الله أكبر ثم يضيف ويصف مجلسه ويقول فلقد كان يجلس يوما ما يذكر فيه إلا الفقه ويوما لا يذكر فيه إلا التأويل ويوما لا يذكر فيه إلا المغازي مغازي النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر أحد الأحزاب إلى غير ذلك ويوما يذكر فيه الشعر ويوما يذكر فيه أيام العرب ويعمل عرب هنا المراد بها التاريخ يعني كان عالما بالتاريخ رضي الله تعالى عنه أرضها يبقى إذن كان يخصص يوما للفقه ويوما للتفسير يوما للحديث يوما للمغازي المغازي سيرة وسنة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويوم للشعر واللغة ويوم للتاريخ لأيام العرب ده كان مجلس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ده يوم لكل مادة يوم وده في الحقيقة يعني ما درجت عليه الجامعات والمؤسسات التعليمية نها لا تدرس كل شيء في نفس الوقت بل تخصص أوقاتا لكل علم من العلوم الإمام عطاء بن أبي رباح وتلامزة الإمام ابن عباس من أنبغ التلامزة مع تلامزة عبد الله بن مسعود وربما أشرنا من قبل بأن مقياس العالم أو مقياس عطاء العالم وأسر العالم بكسرة التلامزة وليس أي تلامزة لأ بكسرة النوابغ والعلماء من التلامزة ده المقياس الحقيقي لنجاح العالم أو لأسر العالم أن يكون له تلامزة كسر وتلامزة علماء عاملون ده المعنى الإمام عطاء يقول ما رأيت مجلسا أكرم من مجلس ابن عباس ولا أكثر فقها ولا أعظم هيبة أصحاب القرآن يسألونه وأصحاب العربية يسألونه وأصحاب الشعر يسألونه وكلهم يصدروا عن واد واسع الكل بيغترف من محيط من بحر اللجي أي يغترفون من وعاء لا ينضب من علم غزير كثير ده كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه أيضا ثالث الشهود عمر بن بدينار يقول أيضا ما رأيت مجلسا أدمع للخير من مجلسه في مجلسه الحلال والحرام وتفسير القرآن والعربية والشعر بجانب ذلك أحبتي الإمام ابن عباس أشرنا لسرعة البديهة وقوة التقاط الدليل وقوة التقاط الدليل يعني دليل على الفطنة وقوة الحدة وأنه إذا نظر أحدا أفحمه أسكته لا يستطيع أن يجيب كان له نظر ساقب وزكاء حاد ولديه فراسة رضي الله تعالى عنه أرضاه تعلمون قصة الحرورية خوارج الحرورية نسبة إلى حاروراء دي مدينة يعني في شمال الجزيرة العربية قريبة من الكوفة ومدينة حروراء قريبة من الكوفة كما أشرت شمال شرق الجزيرة العربية يعني خرج منها جماعة الذين سموا بالخوارج بالخوارج وهؤلاء الخوارج هم الذين كفروا علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان لأنهما حكم الرجال في دين الله فسيدنا عبد الله بن عباس قال لسيدنا علي يعني ما رأيك أن أذهب لهؤلاء قال إني أخشى عليك قالت بس انتظرني قال لا تخشى علي يعني سأعود سالما إن شاء الله أستأذنك أن أذهب لهؤلاء وكان عددهم ستة ألاف فذهب إليهم الإمام ابن مسعو ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضها ارتدى ملابس رائعة جدا كعادته وهيئته وارتدى حلا يمانية وتطيب ثم دخل عليهم مسلما فسألوا يعني وردوا عليه السلام لما أتيت قال جئتكم من عندي أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لأسمع منكم فالبعض منهم قالوا لا تجادلوه ولا تحدسوه قوم مكة قوم خصومة بل هم قوم خصمون ده أصحاب جدال البعض منهم استحي وقال لن نكلمنه البعض الآخر قال لن نكلمه ولن نستمع إليه فقال لهم يعني يعني ما الذي تنقمونه على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره أمير المؤمنين عليه ما الذي تنقمونه عليه إيه اللي عندكم يجعلكم تكفرون عاليا فقال والله ننقم عليه سلاسا سلاسة أمور العمر الأول أنه حكم الرجال في دين الله والله تعالى قال إن الحكم إلا لله وأنه قاتل هؤلاء في صفين في الجمل ولم يسبي ولم يغنم ولم يغنم لم يسب النساء ولم يغنم الغنائم فإن كان قد قاتلهم قاتلهم ولم يسبي ولم يغنم وقتلهم فهو قد سفك الدماء واستحل دماءهم بالباطل ثم أيضا قالوا له لا قد يعني محى نفسه من عمرة المؤمنين فننقم عليه ذلك النص في الحقيقة أتيت به يعني أقرأه عليكم بإيجاز واختصار طيب فلما خرجت الحرورية لهم الخوارج الذين خرجوا طبعا الخوارج يعني يعتبرون ذلك الاسم اسم مدح والبعض الآخر يجعله اسم زم يفر منه الذين يجعلون اسم مدح يلون عناق النصوص ويستدلون بقول الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله وبعدين إلى نهاية الآية يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فكأنهم يصفون أنفسهم بأنهم خرجوا مهاجرين إلى الله تعالى ورسوله ده المعنى عندهم معنى المدح لكن هؤلاء هم الذين كفروا وخرجوا عن جماعة المسلمين فخوارج لأنهم خرجوا على إجماع المسلمين وشق صف المسلمين فلما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار وهم ستة آلاف أتيت عليا فقلت يا أمير المؤمنين يعني إيه زالي أن أزاب لهؤلاء قال إني أخاف عليك قلت كلا فخرجت آتيهم فأتيتهم ولبست أحسن ما يكون من حل لليمن فأتيتهم وهم مجتمعون في دار وهم قائلون هم قائلون في وقت القيلولة فسلمت عليهم فقالوا مرحبا يا ابن عباس ما هذه الحلة إيه السياب للغلية الفقرة دي إيه التباهي والتفاخر ده معنى الكلام قلت ما تعبون علي لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل والله تعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قالوا ما جاء بك قلت آتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون وتخبروني بما تقولون فعليهم نزل القرآن وهو أعلم بالوحي منكم وفيهم أنزلا وليس فيكم منهم أحد طبعا هؤلاء للأسف يعني كما سنلاحظ يتوقفون عند ظواهر النص ولم يعب عليهم كسرة عبادة ولا طاعة بل كانوا من القوام ومن الصوام ويعني جباههم مكسوة بعلامات السجود لكن كما قال صلى الله عليه وسلم يخرجوا في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم ويقرؤون الكتاب يمرقون من الدين كما يمرق الساهم من الرمية والحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فشيد في ذلك أنه في شريحة بالفعل موجودة وستظل موجودة في كل عصر وفي كل مصر فقالوا لا تخاصموا قريشا بل هم قوم خاصمون كما قلت قال ابن عباس يعني أتيت قوما لم أرى قوما قط أشد اجتهاد منهم أي في العبادة والطاعة البعض قال نكلمه البعض الأخر قال لا نكلمه فالمهم قال لهم أخبروني عن كذا ثم يعني قالوا أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله والله عز وجل قال إن الحكم إلا لله وما للرجال وما للحكم فقلت هذه واحدة قالوا أما الأخرى فإنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم فلئن كان الذين قاتل كفارا لقد حل سبيوهم وغنيمتهم وإن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم ولا سفك دمائهم قلت سنتان فما السالسة قالوا إنه محى اسمه من إمرة المؤمنين فهو أمير للكافرين أعوذ بالله شفتوا يعني الظاهرية هؤلاء يعني مش عايز أقول ظاهرية لأن يعني الإمام ابن حزم وداود الظاهري لهم أراء رائعة جدا وفق لكن هؤلاء بخلافهم لكن مرات البعض يتوقف عند ظاهر النصوص دون أن يضم إليها غيرها قلت أعندكم سوى ذلك قالوا لا حسبنا فقلت لهم أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم أترضون قالوا نعم فقلت لهم أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه ما قد رد حكمه إلى الرجال في سمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد ثم أشار لقول الله في آخر سورة المائدة المائدة يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به زوى عدل منكم هاديا بالغ الكعبة الشيد هنا يحكم به زوى عدل منكم فاستحلفتكم بالله أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد يعني أفضل أم حكمهم في دمائهم وإصلاح ذات بينهم وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكما ولم يصير ذلك إلى الرجال وفي المرأة وزوجها الله تعالى قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إذن حكم الله تعالى الرجال أيضا بين الأزواج والزوجات فجعل الله تعالى حكم الرجال سنة ماضية أخرجت من هذه قالوا نعم يبقى إذن الأولى رد عليها ابن عباس وخرج منها رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم أتسبون أمكم عائشة وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها إن قلتم نعم فقد كفرتم كفرتم فعنتم تدورون بين ضلالتين أتسبون أمكم عائشة تأسرونها ثم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم ولئن قلتم ليست بأمنا لقد كفرتم لأن الله تعالى قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فأنتم تدورون بين ضلالتين أيهما صرتم إليها صرتم إلى ضلالة فنظر بعضهم إلى بعض قال أخرجت من هذه قالوا نعم أيضا خرجت من هذه أخرجت من هذه قالوا نعم أما قولكم محى نفسه من إمرة المؤمنين لم يعد أميرا للمؤمنين فأنا آتيكم بما ترضون ويعني أريكم يعني أما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كاتب المشركين سهيل ابن عمر وأبا سفيان وقال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله يعني أهل قريش وفلان وفلان وقال أكتب يا علي فهنا قال المشركون والله ما نعلم أنك رسول الله ولو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسولك أكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد ابن عبد الله فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي خير من علي وما أخرجه من النبوة حينما محى نفسه قال عبد الله بن عباس فرجع من القوم ألفان وباقي سائرهم لكن نتأمل في الحقيقة في تلك المناظرة الرائعة وتلك الأدلة التي يعني استحضرها ابن عباس وفيها دلالة رائعة جدا على ساعة علمه وساعة أفقه وقدرته على الرد والإفحام رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنا في الحقيقة لا أجد أبدا جوابا أبلغ وأدق من أجوبة بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أولا نستفيد من تلك المناظرة جملة في الحقيقة من الفوائد منها مثلا أنه كان حريصا على مصلحة المسلمين والتقام شمل المسلمين بدليل أنه عز عليه أن يجد بعض المسلمين قد تنحوا جانبا وشقوا صف المسلمين فأراد أن يلتأم الصف وأن تتوحد كلمة المسلمين الأمر الآخر لما علم من انحراف فكرهم وزيغهم أراد أن يوضح لهم السبيل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليصدقه من يصدقه وليكذبه من يكذبه لكن على الأقل أنه وضح لهم يعني السبيل وهذا في الحقيقة منهج النبوي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أنت مطالب أن تبلغ الأمر الآخر أنه كان حسن الظن بهم ربما سبب انحرافهم أن أحدهم أسر على عقولهم وفكرهم فبإمكانه أن يمحو ذلك الأسر بما هو أقوى وأدى وأنفع بالحجة الدامغة التي لقنها إياهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حقيقة جملة من الفوائد العظيمة التي حوتها تلك المناظرة من ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يضاف لذلك أحبتي أن ابن عباس بجانب ذلك الأساس العلمي المتين والرائع أنه كان مفسراً للقرآن الكريم وبلغ منزلة لم يبلغها أحد من الصحابة على الإطلاق في تفسير القرآن الكريم ويليه في الردبة مباشرة ابن مسعود والذين برزوا في تفسير القرآن عشرة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة أبو موسى الأشعري أبي ابن كعب زيد ابن سابت عبد الله ابن عباس عبد الله بن مسعود الزبير ابن العوام أو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم وأرضاه هؤلاء عشرة برزوا في تفسير القرآن الكريم لكن أبرز العشرة على الإطلاق دون منافس ودون مجادل هو ابن مسعود الذي وصف من قبل ابن عباس ثم ابن مسعود الذي وصف ابن عباس من قبل ابن مسعود بأنه ترجمان القرآن الكريم ترجمان القرآن الكريم ولذلك سيدنا علي كان حينما يسمع تفسير آية من القرآن من قبل ابن عباس كان له قول جميل جدا رضي الله تعالى عنه أرضاه بيقول إيه يعني يقول كأنما ينظروا إلى الغيب من سر رقيق أو من ستر رقيق كأنما ينظروا إلى الغيب من ستر رقيق يعني كأنه يلتقطوا ذلك التفسير من الغيب كأنه وحي يعني معنى الكلام يعني ينظر إلى الغيب من ستر رقيق الإمام جاهي التلميذ بيصف حينما يفسر يقول إذا فسر القرآن رأيت عليه نورا يا سلام وهو يفسر القرآن كان يغتنم المواسم في موسم الحج مثلا كان يقرأ سورة النور ويفسرها يقول بعض الرواه فلو سمعها الفرس والروم والتركول أسلم يقرأ الآية ويفسرها يقرأ الآية ويفسرها بيغتنم تلك المناسبات لتفسير القرآن الكريم رضي الله تعالى عنه أرضها مر سيدنا عمر يعني سأل البعض عن تفسير جزء من آية في السورة البقرة أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل السمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فسأل فلم يعني يجب أحد بجواب يروي ضمأ الخليفة عمر فنظر لابن عباس قال هل عندك في تأويلها علم قال نعم يا أمير المؤمنين قال والعلم عند الله أنه مثل ضربه الله تعالى للرجل للرجل تكون أحواله طيبة في بداية حياته ثم ينقلب إلى حال سيئة إلى حال سيئة فيضيع بحاله السيئة كل ما قدم من عمل صالح من قبل فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أعجب بذلك الجواب قال والله هو الذي في نفسي هو نفس الجواب الذي عندي أن يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل السمرات وبعدين خلي بالك وهو أحواج ما يكون للعمل أصابها إعصار فيه نار فاحترقت أحواج ما يكون للعمل محي ذلك العمل وده في الحقيقة تفسير رائع من ابن عباس رضي الله تعالى يعني عنه أرضه ولذلك فما وجد عمر أحدا يشفيه حتى قال ابن عباس يا أمير البؤمنين هذا مسأل ضربه الله عز وجل أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير والسعادة حتى إذا كان أحواج ما يكون إلى أن يختمه بخير حين فني عمره واقترب أدله ختم له بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده كله فحرق وهو أحواج ما يكون إليه وده في الحقيقة كما أشرت ده تأويل جعل قدر ابن عباس يعظم يعني شيئا فشيئا عند الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضه ولذلك الإمام الزركشي العالم صاحب علوم القرآن يعني يقول بأن قول ابن عباس مقدم على قول غيره من الصحابة عند تعارض ما جاء عنهم في التفسير قول ابن عباس مقدم على قول كل الصحابة إذا ما اختلفوا في مسألة من المسائل ولذلك لا أظن أن صفحة من كتاب تفسير تخلو من قول للإمام عكرمة للإمام طاوس لسعيد بن جبير لمجاهد لغيرها عطاء لغير هؤلاء من المفسرين هؤلاء تلامسة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضه لا تجد يعني اقرأ في تفسير الإمام الطبري في التفسير بالمأسور اقرأ في تفسير ابن كسير كسيرا ما يستدلون بأقوال تلامزة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضه يعني لما بيفصر كما قال الإمام وجاهد تلميزه يعني كأنه مكسو بنور على قوله نور أو كأنه ينظر للغيب من ستر رقيق كما قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضه وقوله مقدم عند اختلاف الصحابة في تفسيري آية من الآيات فقوله مقدم ولذلك أستطيع أن أقول إن مدرسة مكة في التفسير تعد المدرسة الأولى في تفسير القرآن الكريم لأنه كما أشرنا من قبل أن سيدنا عمر فرقا علماء الصحابة في الأمصار استبقى زيد بن سابت في المدينة أرسل ابن عباس لمكة أرسل عبد الله ابن مسعود للكوفة كما قلنا الكوفة فكان ابن عباس في مكة فأسس مدرسة التفسير في مكة مدرسة القرآن ودي أفضل مدرسة على الإطلاق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه أرضاه يعني يقول أعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمداهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد ابن جبير وطاوس وكغيرهم وكذلك في الكوفة أيضا تلي مدرسة مكة مدرسة الكوفة بريادة وقيادة شيخها ابن مسعود وتلامزة ابن مسعود كعلقمة ابن قيس والشعبي إلى غير ذلك من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولذلك أستطيع أن أقول أن أسباب نبوغ ابن عباس يعني هي كثيرة أولا دعاء النبي صلى الله وسلم والنشأ في مهد بيت النبوة بجانب التربية التي يعني حبي بها منذ كان في بيت أبيه إلى خلافة عمر بجانب القدرة على الحفظ والفهم والاستيعاب لأقوال العرب وكلام العرب وأيضا بلغ مرتبة الاتهاد في الحقيقة وكان لا يتحرد أن يقول برأيه وكان رأيه دائما مدعما بالأدلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه نواصل المسيرة إن شاء الله مع إمامنا في اللقاءات القديمة بمشيئة الرحمن الرحيم لنشير في اللقاء القادم بمشيئة الله إلى يعني الذين يطعنون في الروايات التي رؤيت عن ابن عباس هل منها المرضي وهل منها غير المرضي نعم هناك يعني طرق صحيحة سليمة وهناك طرق ضعيفة وهناك طرق سقيمة لا يلتفت إليها العلماء وعلماؤنا هم أول من عشر لذلك وبين ووضح ذلك فلسنا في حاجة في الحقيقة لمن يأتي بعد أربعة عشر قرنا من الزمان ويقول أنتم تستدلون بالسقيم بل نستدل بالسليم وبالصحيح إن شاء الله كما سنبين ذلك في اللقاء القادم القريب إذا أحيان الله تعالى وأحياكم وقدر ربي البقاء واللقاء لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكركم لحسن استماعكم وطيبي إجيتي معكم ألتقيكم في لقاء قادم قريب إلى ذلك الحين أستودعكم الله وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة